حين أن أجهزة الدولة المختلفة في كل القطاعات نجحت في اختبار الحياد الإيجابي في التعامل مع الانتخابات الرئاسية أيضا الدولة المصرية وضعت إجراءات كبيرة جدا الفترة اللي فاتت عشان تضمن نزاهة عملية التصويت خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا مع ضيفنا لما ورنا نهاردة في السوديو صباح الخري مصر الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري سنكلمه بالتحديد عن كيفية هذا الحياد وما هي أهم هذه المؤسسات نصبح لك يا دكتور عبدالله سواء الخير إزاي حضرتكم أهلا وسهلا قل لي هناك العديد من الأجهزة اللي تعاملت أو تقطعت مع العملية الانتخابية المؤسسة الإعلامية بكل روافد المحليات الهيئة الوطنية للانتخابات أجهزة الأمن اللي كانت بتأمن كل هذه المؤسسات اللي داخل الدولة المصرية كيف التزمت بالحياد الإيجابي خلال العملية الانتخابية الرئاسية طيب في البداية لازم نوضح أن العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأهم وهو الاستحقاق الأكبر وأغلب دول العالم بتتابع الاستحقاقات الرئاسية يمكن أكتر من الاستحقاقات المتعلقة بالبرلمان البرلمان يجي في المرتبة التانية ثم بعد كده المحليات طب لما نجي نتكلم على الاستحققات الرئاسية كان قبل كده لدينا إشكالية لما نجي نتكلم على قبل 2011 كان عندنا مشاكل كبيرة جدا وكنا بيقولك لا الإعلام مش محايد المؤسسات الأمنية مش محايدة كلام ده كنا بنسمعه طب لما نجي نتكلم النهاردة وتحليل نحن كرجال قانون وكرجال سياسة هنلاقي أن المؤسسات الإعلامية حياة كامل يمكن إحنا بنتكلم في الشركة المتحدة مشكورة قدت فترات ودقائق متساوية لحملات الأربعة ده أكبر حياة فبالتالي أصبح المرشحين إحنا بنسمعهم وبنشوفهم ونشوف مؤتمراتهم حضراتكم بتغطوا المؤتمرات بتاعتهم طب لما نجي نشوف النهاردة مرشح يقول أنا هعمل مؤتمر في اسكندرية تاني يوم يقولك المؤتمر التاني ده هيكون في الصعيد أو في أسوان مين اللي بيغطي ده من الناحية الأمنية؟ المؤسسات الأمنية وبالتالي أصبح أنت في صورة لائقة جدا بتعمل مؤتمراتك واللي بيأمن عليك المؤسسات الأمنية المؤسسات الأمنية أمنت المرشحين الأربعة في كل المحافظات أيضا أنت بتتكلم على الانتخاب لما يجي تم لازم يكون عندي إشراف قضائي والإشراف القضائي ده اللي أثر عليه طبعا الحوار الوطني ثم جاءت الهيئة الوطنية للانتخابات مشكورة وهي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبالتالي لما تنجح مؤسسات الدولة ده الاختبار الحي وعلى فكرة قبل كده البعض يقول لك طب ما كان فيه تعددية قبل كده في 2005 طبعا يعني كانت الدنيا مش ظريفة كلنا عارفين هذا الكلام لما نجي نتكلم على 2012 2012 كنا بننتخب العاطفة وطبعا كلنا عاصرنا هذا الكلام ما كنتش شايف أنت برامج ولا أي حاجة وكان عندنا حوالي 12-13 واحد بس كانت مفيش حد فينا اطلع على برامج بعين حتى لما كان البرنامج اللي تقال من جامعة الإخوان كان برنامج فانكوش اللي هو برنامج النهضة واتضح طبعا وقال لك ومئة يوم ومش مئة يوم واتضح أن طبعا كل الكلام ده مفيش أي حاجة لكن النهاردة إحنا بنتكلم على الأربع مرشحين لديهم أربع برامج وابتدينا النقش ده في وسائل الإعلام فبالتالي لأول مرة بنتكلم على تعددية حقيقية حياد إيجابي تجربة ديمقراطية وليدة أنا شايفها نكحة جدا ممكن نبني عليها بعد هو ده صح أنك أنت حتى ولو كان البرامج أنت شايف أنك ملاحظاتها البرامج بس فيه برامج في حاجات أن أنا أقدر أبني عليها وبالتالي نجاح مؤسسات الدولة في الحياد الإيجابي أنا بسميه حياد إيجابي مش حياد سلبي حتى المحليات نفسها ما أنت المؤتمرات دي أنت بتعملها فين في محافظات فكان ممكن محافظة المحافظة تقول لك لا والله أنا مقدرش يعني الحاملة دي أو المكان ده ممنوع أنه يجي عندي مثلا لكن إحنا بنقول نجاح كل مؤسسات الدولة كل الوزارات كل المحافظات كل المؤسسات الأمنية الكبيرة المحترمة ساعدت في هذا الحياد وساعدت في أن هذه المؤتمرات ما سمعناش مرشح من المرشحين الأربع قال لك والله أنا جيت أعمل مؤتمر ما نفعش تعمل المؤتمر أوش تكى صحيح فكل ده نجاح لمؤسسات الدولة وحياد إيجابي نستطيع فيما بعد أن نبني عليه في الانتخابات القادمة سواء كانت انتخابات رئاسة أو انتخابات برلماني الحقيقة أن هذا المشهد وهذا الاستحقاق الانتخابي مختلف بكل المعايير يعني يشايفين حتى طريقة التعامل حتى يمكن المواطن المصري دلوقتي بقى ليه عنده وعي بشكل أكبر حتى بفكرة الأمن القومي وأبعاد الوضع الإقليمي وما إلى ذلك فعلا حتى يمكن التوقيت نفسه مختلف وعي المواطن ارتفع بشكل كبير ده يمكن بناءا على التجربة السياسية اللي حصلت في الفترة اللي فاتت فوضح أنه بالفعل ده فرق في الشارع المصري شايف حضرتك أنه في الفترة القادمة إزاي نقدر نكمل هذا الانجاز وإزاي نقدر نبني على هذا النجاح طيب خلينا نبص الأول في مواد الدستور مواد الدستور المادة 87 والمادة 88 من الدستور بتتكلم على أن الدولة المصرية ملزمة بأنها توفر للمواطن أنه يكون ليه حق المشاركة السياسية من سن 18 سنة ثم المادة 88 اللي هي اتكلمت عن استحقاق الخاص بالمصريين بالخارج لما نشوف بقى فرحة المصريين بالخارج وشوفنا ده بالذات في دول الاتحاد الأوروبي يبقى درجات الحرارة قليلة جدا تحت الصفر أربعة أو خمسة تحت الصفر وإصرار المرأة المصرية على أن هي تاخد أبنائها الصغار مسافات كبيرة جدا مسافات في دول زي الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية كندا الصين روسيا ورغم ذلك إصرار على هذا الاستحقاق يمكن المصريين في الخارج عشان بيشوفوا الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبيشوفوا مشاركة المواطنين فكان نفسه من هما شاركوا فلما يكون هذا النجاح بعد 2011 إن إحنا يبقى للمواطن المصري الحق فيه الانتخاب ده نجاح للدولة المصرية أنا بعتبر إن الدولة المصرية نجحت ده نجاح لمصر الانتخاب يا جماعة الخاصة بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة اللي بتمر بيها العالم كله بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ورغم ذلك إن الدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة بتواجه كل المخاطر الخارجية وتواجه الصعوبات اللي بتحاك للدولة المصرية ورغم ذلك استحقاقك الدستوري الخاص بالمصريين في الداخل وفي الخارج يتم في مواعيده القانونية ده نجاح للدولة المصرية نجاح لمؤسساتها يعني مؤشر حتى التصويت المواطنين المصريين في الخارج ده مؤشر كبير جدا لأنه كان فيه إقبال كبير جدا أنا لعلمك يهمني أكتر أني ممرسة المصريين في الخارج لاستحقاقهم مهما كان العدد حتى ولو كان عشرة في كل دولة بس يمارسوا حقهم الانتخابي ده برضو نجاح للدولة المصرية هو ده استحقاق موجود في الدستور لما جاء طبق ده على أرض الواقع ده نجاح لإني أنا بأعتبر أن مصر في هذه المرحلة والحمد لله إحنا بقالنا فترة كبيرة ما تقلش عن 7-8 سنين في مرحلة ما تسمى بالدولة الصلبة الدولة الصلبة هي يعني معناها أن مؤسستها قوية للغاية أجهزتها قوية للغاية تستطيع أن تواجه الصعوبات الخارجية بمنتهى القوة وتمارس حقوق المواطنين على الأرض بمنتهى الأمن والأمان فبالتالي كان الناس حتى يقول لك طب الأحداث التي تحصل الحرب أنت عندك الحمد لله جيش قوي شرطة قوية مؤسستك وأجهزتك المخابرات في منتهى القوة ما تقلقش خالص هي هتواجه هذه المصاعب لكن أنت استحقاقك الدستوري بيتم في موعده وبهدوء وبأمن شديد جدا فده نجاح كبير وفي نفس الوقت نجاح لأننا أبتدي أختبر مؤسسات الدولة إزاي ودي لأول مرة تحصل إزاي أنك انت على رغم من وجود مثلا أحد المرشحين هو سيادة الرئيس ورغم ذلك المرشحين اللي قدامه يعملوا مؤتمرات يعملوا لقاءات يقدروا يطلعوا ينتقدوا السياسات والنواحة الاقتصادية ورغم ذلك مؤسسات الدولة وإعلامها بيزع ده يعني أنا كنت بتفرج على كل القنوات اللي خاصة بالشركة المتحدة والتفزيون المصري وهو يتحدث عن النواحة الاقتصادية أسحنا التعليم هل نقولين لا أنا مش عاجبني التعليم أنا أعمل كذا في التعليم بيقال بأريحية شديدة ومع ذلك في احترام متبادل يعني شايفين بالفعل مشهد حضاري جدا شايفين احترام متبادل شايفين برامج موجودة أيا كانت حتى نقاط الخلاف نقاط الاتفاق مش ده المهم بس هذا المشهد بالفعل احنا كنا بنفتقد وفكرة ان احنا نشوف برامج مختلفة لمرشحين بيكلموا بمنتهى لا احترام بيحترموا أراء بعض صحيح ده مشهد مهم جدا بص حضرتك احنا بنتكلم ويمكن أنا بشكر سيادة الرئيس على ان فكرة الحوار الوطني انا واحد من الناس كنت عضو من اعضاء الحوار الوطني في اكثر من لجنة الحمد لله يعني وانا اشرف في ده وكنا بنتكلم بأريحية شديدة كان ما ينقص مصر هو المعارضة على ارضية وطنية وانا قدر اعارض اقول والله مش عاجبني كذا في التعليم مش عاجبني كذا في الصحة مش عاجبني كذا في الاقتصاد على ارضية وطنية لان في الاول في الاخر انا كشخص معارض لما باجي اقول اني مش عاجبني كذا فبطرح الحل ممكن اللي قدامي يقول لي والله الحل اللي انت بتقوله ده صح في كذا وغلط في كذا في الاول والاخر المؤيد والمعارض حابب يوصل الى الافضل للوطن فبالتالي الحوار الوطني كانت البزر الاولى والنوال الاولى وفرق ما بين بالفعل النقد البناء او المعارض اللي بيتمنى الافضل لبلده وبين الشخص الاخر اللي عايز يثير القلقلة في بلده وهو ده الحوار الوطني وعشان كده انا بشكر برضو سيادة الرئيس مرة اخرى لانه هو قال حتى بعد الانتخابات ان شاء الله تستمر الحوار الوطني لاني فعلا كانت نواء للبناء عليها مهمة جدا طب وحنا نتكلم على الحياة الايجابي وعلشان نبقى ايجابيين ازاي نستثمر في الحياة السياسية فكرة الحوار الوطني وفكرة ما نتج عن انتخابات الرئاسة من احترام متبادل من كل المرشحين ونقد بناء من الجميع ومساحة مفتوحة من غير تخوين ومن غير في نفس الوقت ان حد يبقى عنده اجندة خارجية يبقى كله بزي محرك قلت جدا بتكلم على اجندة وطنية ازاي نستثمر ده مستقبلا بعد الانتخابات الرئاسية نبني على ايه الديني يعني خارطة طريق سياسية نبني عليها واستثمر فيها ما يحدث الآن احنا النهاردة بنحط اللبناء الاولى لفكرة الدولة الديمقراطية احنا في مرحلة تحول ديمقراطي ومرحلة انتقالية هامة للغاية وكلنا مؤمنين بدا سيد الرئيس اتكلم في الحوار الوطني بدايته جات من ايه قال ان الاوان لاصلاح سياسي فكرة الاحزاب السياسية لابد ان هي تتفاعل اكتر تتواجد اكتر فبالتالي لأول مرة انت ناس بتشرح برامج تطلع في الاعلام تعمل مؤتمرات يبقى دي اول لبناء او اول طوبة تتبني في بناء الديمقراطية تعالى بقى نبني عليها ايه بعد ما نخلص من ده نبتدي نكمل في الحوار السياسي او الحوار الوطني نبتدي نخلي الاحزاب السياسية تتفاعل وتتواجد على الارض وتبتدي ان هي يكون لها اماكن تنتشر في الجمهورية ككل اللي احنا بنسميها القاعدة الشعبية اول ما يصبح لي قاعدة شعبية وتواجد هيصبح ليك في يوم من الايام بدل ما عندي ثلاث رؤساء حزاب مرشحين للرئاسة يبقى عندي خمسة وستة وعشرة وتبتدي فعلا فكرة الديمقراطية تترسخ عند المصريين الحمد لله هي موجودة دلوقتي في الاعلام موجودة في المؤسسات الامنية موجودة لدى الجميع اللي بنادي تحطت خلاص هنبني عليها وانا اعتقد ان البداية الحمد لله كانت جاية من القيادة السياسية لإيمانها بان الحوار الوطني يعني ممكن استفيد بداية ازاي مثلا في انتخابات مجلس النواب القادم انا ابتدي بقى على هذا الاساس اصبح دلوقتي من حق ان انا اتواجد في الاعلام يعني تبتدي مثلا الشركة المتحدة والتلفزيون الدولة المصرية زي ما هو عمل مع الرئاسة يبتدي يعمل مع الاحزاب السياسية يبقى الاحزاب السياسية اللي موجودة على ارضية وطنية اهلا وسهلا بها تشرح برامجها تبتدي تعرض نوابها او المرشحين بطوعها ونبتدي على هذا الاساس ان احنا نشتغل نفس الشغل اللي اشتغلناه في الرئاسة نشتغل في البرلمان من عرض البرامج وعرض المرشحين برضو في مؤسسات الاعلامية المختلفة وبرضو المؤسسات الامنية والمحليات يدوا فرص اكبر واكبر في عرض المؤتمرات واللقاءات نفس ما حدث في الرئاسة يحدث في الانتخابات النواب ومجلس الشيوخ ان شاء الله صحيح حتى المشهد اختلف انه دلوقتي بقت يمكن كنا بنواجه مشكلة يا فندم انه حتى النواب للأسف في البرلمانات على مدار السنين اللي فاتت كان مجرد الحقيقة يعني خيريا نقول تمثيل ملوش اي فعالية ولا تواجد اصلا على ارض الواقع الا وقت الانتخابات لكن دلوقتي اللي فعلا مش هيشتغل على ارض الواقع او بينزل للناس في الشارع بيواجه مشكلة فسؤالي برضو كمان لحضرتك تقطة مهمة جدا وسريعا يمكن شفنا فكرة تفاعل المواطن المصري مع الاحداث الجارية حولنا وشفنا مدى وعيه بالمخاطر المحيطة بينا وشفنا كمان تأييده لمصلحة مصر رسالة حضرتك المواطن المصري باهمية انه ينزل لتأديت هذا الاستحقاق الانتخابي لانه بكل تأكيد مش بس احنا اللي بنتابع هذه العملية الانتخابية العالم كله بيتابع هذه العملية الانتخابية لانه ده بالنسبة له بيكون مؤشر صحيح بصي الشعوب كلها بتقاس حضرتها وديمقراطيتها بالانتخابات لان لا يمكن لأي شعب لا يشارك ان يحترمه الشعوب الاخرى ولذلك هتلاقي متابعات العالمية كلها يقول لك ايه والله كان هناك انتخابات رئاسية ونسبة المشاركة كذا فنسبة المشاركة بتدل على الاهتمام وبالتالي انا لما اتكلم في المادة 87 على ان الانتخابات هي حق وواجب القصة كلها مش في الحق وواجب بس ومستقبل لأولادي والكلام اللي هو الجميل ده لا هو برضو شكل للدولة المصرية دائما ما الشعب المصري عندما تحتاجه دولته الوطنية في استحقاقات هامة زي الانتخابات الرئاسية دائما ما بتكسب الدولة الوطنية الرهان على شعبها والشعب بينجح في ده وهتشوفه ان شاء الله في ايام الانتخابات يوم 10 و11 و12 ان شاء الله نزول كسيف جدا للشعب المصري في كل اللي جانب اذن الله تعالى على اي حال احنا يعني كسبنا الانتخابات دي من هذه التجربة وكسبنا من التجربة دي هذا التنوع وكسبنا من هذا التنوع ما يمكن البناء علي مستقبلا فيه مكاسب عديد استحقاقات قادمة وكسبنا ايضا الحوار الوطن اللي كان يعني يمكن هو العمود الفقري لكل هذه الأشياء شكرا انيك دكتور عبدالله المغازي وستاذ القانون الدستوري يمكن حدثنا عن اهم ما يمكن وصفه بالحياة الايجابية من قبل مؤسسات الدولة المصرية في الاستحقاق الرئيس شكرا جزيلا حضرتك شكرا انفهم